السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا النهاردة ياولاد قصة النظافة قدي النظافة مهمة جدا في حياتنا وهي جزء مهم جدا من ايماننا لان النظافة من الايمان تعالوا مع بعض نسمع قصتنا الجميلة ونشوف هنتعلم من هاي قصة النظافة اول صورة معانا جلس الجد مع احفاده ليعلمهم ادات دخول الخلاء يعني الخلاء يميس هدى الخلاء يعني الحمام تمام في صورة تانية قال الجد نقول دعاء الدخول ثم ندخل الحمام بالقدم اليسرى هنا الجد بيعلم ولاده ان من اداة دخول الحمام ان احنا ندخل الحمام بالقدم اليسرى يعني رجلنا الشمال ياولاد بالرجل الشمال وانحنا ندخل الحمام بنردد الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رددوا معايا تاني اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب تالت صورة وحين ننتهي من دخول الخلاء نغلق غطاء المرحاض ونستخدم طارد المياه طبعا بعد ما استخدمنا الطايلت ياولاد بنقفل الغطى بتاعه تاني كويس وبنستخدم طارد المياه ونضغط عليه علشان مفيش حد تاني يجي يستعمل الطايلت بعدنا ويلاقي اي منظر يضيقه المفروض ان دخول الحمام ليه اداب ولازم نكون ناس نظيفة جدا في استخدامنا للحمام طيب الصورة الرابعة ثم نغسل ايدينا بالماء والصابون بعد ما بنستخدم الطايلت ياولاد ضروري جدا ان احنا نستخدم الماء والصابون في غسل ايدينا علشان التهارة والنظافة بتاعتنا تكمل وزي ما فكرنا بعد كده فاكرين في درس الحفاظ على الماء ان احنا ما ينفعش لما نيجي نستخدم الماء والصابون بعد الطايلت ان احنا نفتح الماء على الاخر ونبهدل الدنيا لازم اللي يدخل بعدنا يحس ان الناس اللي كانت جوه الطايلت دي ناس جميلة وبتفهم ازاي تستخدم الحمام وتتعامل مع اداب دخول الحمام بشكل كويس الصورة رقم خمسة ونخرج بالقدم اليمنى قائلين دعاء الخروج طبعا بعدها بنستخدم الطايلت وبنخسل ايدينا كويس بالماء والصابون واحنا خرجين من الحمام ياولاد بنخرج بالقدم اليمنى احنا دخلنا بالقدم الايه اليسرى خرجين منه بنخرج بالقدم اليمنى وبنردد دعاء الخروج وهو ايه غفرانك اسمعتاني غفرانك تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض التدريب اللي موجود عندنا بعد قصة النظافة فكر ورتب ولون عندنا اربع صور هنا هنرتبهم مع بعض الصورة الاولى طبعا صاحبنا اللي داخل الحمام بالقدم اليسرى وبيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائس الصورة رقم اتنين بعد ما صاحبنا استخدم الطايلت ضغط على زر طارد المياه في الصورة رقم تلاتة اللي هي ايه صاحبنا الجميل فتح الحنفية وبدأ يخسل ايده بالماء والصابون اخر صورة رقم اربعة هتبقى صاحبنا الجميل وهو خارج من الحمام بالقدم اليمنى وبيردد دعاء الخروج وبيقول ايه غفرانك غفرانك خلاص عارفتم ترتيب الصور هيكون ازاي اولاد وبكده يكون انتهى منهج التربية الدينية الاسلامية وان شاء الله اشوفكم في الترمي الجاي ان شاء الله مع منهج التربية الاسلامية للترمي التاني واشوفكم على خير ان شاء الله واجازة سعيدة عليكم حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة